بموافقة الاحتلال على إجراءها في القدس المحتلة كما ذكرت يعني عام ثلاثة وتسعين وستة وتسعين وعام الفين وستة كان هناك ضغط أمريكي على الجانب الإسرائيلي على الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس الآن الموقف الأمريكي بعد الاعتراف بأن القدس عاصمة لدولة الاحتلال نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس يعني والحديث عن صفقة القرن لا رهان فلسطيني على موقف أمريكي ضغط على الاحتلال ما هي الخيارات أمام القيادة الفلسطينية وهل الذهاب إلى انتخابات بدون القدس هو خيار وطني يمكن الذهاب إليه أنا لا أعتقد أن هناك رهان على أنه من قبل كافة الأطراف الفلسطينية بما فيها السلطة الفلسطينية في رمالله أن هناك رهان على أن الولايات المتحدة ستضغط على الدولة العبرية دولة الاحتلال هم يعرفون تماما أن أمريكي لن تكون في هذا الموقع وأعتقد لهذا السبب أشير إلى أن الجميع بانتظار رد إسرائيلي سلبي على إجراء الانتخابات في القدس حتى يتنصل كل الأطراف من العملية الانتخابية لأنهم لا يريدون لا تتوفر إرادة حقيقية من أجل الانتخابات صحيح أنه دائما ربط الانتخابات بالضفة وغزة والقدس المحتلة لكن الجميع يعلم أن دمها ربطوا هذا الأمر بأن هذا يعني أنه ليس هناك من أية إمكانيات إسرائيل تنتظر باعتقادي العدم الرد حتى الآن من قبل إسرائيل على موقف محدد يعود بشكل أساسي لأنها لا تريد أن تحدد موقفاً قبل أن تفشل العملية الانتخابية لأسباب فلسطينية داقلية قبل أن تتدقل حتى لا تتحمل أي مسؤولية باعتبارها مسؤولة عن عدم إجراء الانتخابات نحن أمام مسرحية واضحة من دولة الانتخابية لأسراد حركة فتح تدعو إلى انتخابات وهي تعرف أنها لن تتم وحركة حماس توافق على الشروط مكتوبة وهي تعلم علم اليقين أن هذه الانتخابات لن يتم أذهب إليها أكثر من ذلك دعني أشير إلى بعض السيناريوات المحتملة في حال تمت الانتخابات فأبق بفرض أنها تمت الانتخابات لنفترض جدلا أن حركة فتح فازت في هذه الانتخابات هل ستسمع حركة حماس التي تدير الدولة عميقة في قطاع غزة لحركة فتح أن تعمل وحتى لو جاء الرئيس وجاءت كل الوزارات من حركة فتح بهذا الفرض هناك دولة عميقة لن تستطيع حركة فتح إدارة قطاع غزة خصوصا أن حركة فتح غير موجودة في القطاع بشكل مؤثر لنفترض جدلا أن حركة حماس فازت وأعترفت حركة فتح بهذا الفوز هل ستسمع دولة الاحتلال بأن تباشر حركة حماس سلطاتها الحكومية بنتيجة الانتخابات في الضفة الغربية هذه أسئلة تطرح على نطاق واسع للتأكيد على أنه ليس هناك من رهان حقيقي حتى فيما لو تمت هذه الانتخابات فلن تنجح في تتويج الفائزين في أن يقوموا بدورهم في القطاع ولهذا السبب أشير إلى أنه ليس هناك إرادة من مختلف الأطراف وليس فقط أبو مازن بإجراء هذه الانتخابات اشتركوا في القناة نعم